الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن زكع الله عز وجل حياة للقلوب تطمئن به القلوب وتصف وتزكو به النفوس حيث يقول الحق سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا زكع الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما زقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم ضاجات عند ربهم ومغشاة وعزق كعيم ويقول سبحانه أفمن شرح الله صداه للإسلام فهو على نوع من ربه فويل لمن فويل للقاسية قلوبهم من ماذا؟ من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ويقول سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ونلاحظه أن الحديث هنا فالذكر الحقيقي هو الذي يتجاوز مجرد الذكر باللسان ليكون حياة للقلب لتكون القلوب عانى بذكر الله مطمئنة به معتمدة عليه محسنة للتوكل على أز وجل ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي يذكر الله فيه كمثل الحي والميت ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت فالقلوب المتعلقة بالله الذاكرة لله هي قلوب حية مؤمنة آمنة مطمئنة عامرة أما البعيدة عن ذكر الله بعيدة عن الله منقطعة ومنبتة الصلاة بالله لأن المؤمن لا يغفل عن ذكر الله وعن استحضار عظمة الله عز وجل لحظة وكما قال أحد الصالحين عن التقوى أن تعبد الله كأنك طراه فإن لم تكن طراه وقال الآخر أعبد الله وكأنه أمامي وكأن الموت ورائي وكأن الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي هكذا يكون الإنسان متعلقا بالله عز وجل يقول الحق سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من هم أولي الألباب؟ كما فصاهم القؤن الكعيب في هذا الموضع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار المؤمن شديد التسكر شديد الارتباط بالله عز وجل أولي الألباب من هم الذين يذكرون الله على كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض حيث يقول الحق سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أولم يكفر ربك أنه على كل شيء شهد شهدنا يا رب العالمين بأنك الحق وأن كتابك حق وأن نبيك حق أدينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وعسولا ويقول سبحانه خلق السماوات بغير عمد طرونها أمام أعينكم خلق السماوات بغير عمد طرونها وألقى في الأرض واسية أن تميد بكم من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ويقول سبحانه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو جتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قضر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ويقول سبحانه وما قضر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون المؤمن متعلق بربه ذاكر له ليس مجرد الزكر باللسان وإنما هو استحضار عظمة الله في القلب والذكر يقوّل إيمان ويعظّم المراقبة بالله نسأل الله أن يكتبنا مع الذاكرين الله كسيرا والذاكرات وأن يجعل قلوبنا آمنة مطمئنة عامرة بذكره حية بالإخلاص له إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة